موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج حدث وتحليل في هذا العدد عدد الاثنين سنتناول إلى جانب تطورات الوضع في غزة سنتناول إشكالية الارتفاع المشت في أسعار زيت الزيتون وأيضا ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجدلية العلاقة بين الاستثمار والتنمية في ذل الرؤى الواقعية هذه المحاور طبعا سيرافقني في تناولها وتحليلها ومناقشتها الأساتذة سوفيا بن فرحات مرحبا بيك سوفيا وأيضا فاطمة بن عبدالله كراي مرحبا بيك أستاذة قبل ذلك مشاهدين الكرام كالعادة البداية باستعراض بعض العنوين التي أبرزتها الصحف الورقية والإلكترونية البداية إذن مع الشروق كالعادة الشروق التونسية في عدد اليوم شددت على توسع الحرب في ذل احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر في عملية غير مسبقة وكانت قد أبرزت في صفحاتها الإلكترونية يوم أمس تورط الطيران السهيوني في قصف مواتنيه مع بداية عملية توفان الأقصى صحيفة لابريس كتبت في افتتاحيتها اليوم عن أفريقيا نهجا اقتصاديا مستقبليا صفحة الويب لموزيكا فام تحدثت عن مقاطعة الأساتذة النواب للدروس السحافة العربية بدورها خصصت حيزا هاما لتظاهر عشرات التونسيين أمام سفارة أمريكا بالعاصمة فكتبت القدس العربي عشرات التونسيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بمقاذاة بايدن وترد ممثل واشنطن والضغط على مصر لفتح معبر رفحة من ناحيتها عنونت صحيفة العرب الصادرة بلندن تونس تحيي تراثها المعمرية القديم عبر مشاريع جديدة من جهتها أيضا لم تشذ الجزيرة الإلكترونية عن دأبها في تغطية الحرب على غزة فعنونت حماس وإسرائيل تنفيان التوصل إلى اتفاق وغتريش ممتن للوساطة القطرية أما الإعلام العبري فأشار في عنوينه بايدن يريد نظاما أمنيا عالميا في غزة ونختم مع الأهرام المصرية التي عنونت الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية أطفال غزة كانت هذه إذن بعض العنوين التي أبرزتها الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية أيضا البداية معك سي سفيان عنوين مهمة أكيد أي منها تختار للتعليق والنقاش ولا هنا زوز عنوين الحق اخترتهم هو تحقيق لشورة الاحتلال يكشفنا تايدرساليوية قصفة مستوطنين كانوا بحفظ يوم 7 أكتوبر وكذلك حول اليوم العالمي لحقوق الطفل نعم تعرف كل بلاد عندها حامض نووي مثال حامض نووي يعني يا ديان الحامض نووي متاع توانس هو التفتح والتمازل يعني تونس يعني كل زي تلتقى فيه ديما الحضارات وتونس عندهم هكا تفتح الغير ومع التمسك بحصالاته مغير الحامض نووي متاع الأمريكان هو الإبادة بدأوا تاريخهم بإبادة ما سماهم في من بعد هنود الحمر وهما ناتيف أمريكان السكان الأصليين الحامض نووي متاع الكيان السهيوني هو الإجرام والكذب يعني من الأساطير المؤسسة دورة المعاد وحكاية كما هكا حكاية فرغة مش رجبه حكاية متاع أناجيل المحرفة وبنوع عليها إيديولوجيا كاملة توسعية استعمارية إلى الكذب المستمر الآن لكن أحيانا تظهر بعض المعطايات والمعطايات صدرة عن تحقيق من الشرطة السهمية نفسها نعم اللي يقول وأنه قتلوا 364 وشفنا أن السيارات هذه المفحمة لأنهم مقتلين ومجاهدين لما يدخلوا ما عندهم شيء نابال مونابينو يعني يضربوا برصاصة يضربوا بخنجر حالكي هكا كورا 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 لكن ما عندهم شيء أسلحة مثل هذه هذه تعطيها التعليلات أو التواريخ أو أجهز سلاحة نابال يعني وهذا يأكد الرواية لقالتها معناه دليل إضافي يعزز مصدقية رواية المنقوة ويؤكد تورة الغرب والسرعينين وأمريكيا في صناعة الكذب وتبرير مذبح التطهير العرقي اللي قاعد يصير الآن في فلسطين والإبادة علما وأنه كانت تشوف اليوم احنا في اليوم 44 لهذه الهجمة البربرية الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة وفي أرحاء أخرى من فلسطين المحتلة إما قطاع يعني الضفة الغربية أو فلسطين المحتصة منذ سنة 48 العدوسة هنا شنو حق انتصالات حق ثلاثة حجة أولا مش هتخل المجلس برلماني ما لقى فيه حتى حد ودمره ثانيا استعمل المستشفى شهر كامل مستشفى الشيفاء وتوهاو من تجهين للمستشفى الأندونيسي ثانيا حتموا المارينة لكن ملقوا حد شيء يجبك تعرف وأنه الأنفاق مثال الأنفاق فيها 500 كم وفيها 1500 فتحة لحد الآن ملقوا حتى فتحة بريز مثال الأنفاق فيها 309 كم وفيها تقريبا 600 فتحة المتر المتاح هذو ما ملقوا حتى فتحة الآن ومعطاونا حتى سورة وأنهم قتلوا مجاهدين ولا أنهم أسروا مجاهدين ولا أنهم سيبوا أفرحهم وبالتالي اليوم يبين الاحتلال مرة أخرى هو التواطئ الدول الغربية معه في صناعة هذه الكذبة الكبرى يعني حرقوا المواطنين امامين ضفرين يعني المختصبين امتاحهم حرقوهم وقيدوا على المقامة والآن وشاهد شاهدون من أهلها أكثر شيء من هذا ويمكن هذا يخفي أشياء أخرى والتحقيق بيدو هذا تحقيق للشرطة السيونية يقول أن مقاومة حماس يوم 7 أكتوبر ما كانش عندهم حتى علم بأنه فم حفلة ما في منهم شيء الحفلة كانت نهار الجمعة وبعد المنظم قال وقدوا نهار سبت الصباح وهما كانوا مشاول الكيبودزيم ومشاول مواقع أخرى وكانوا عمدهم أهداف أخرى وعندهم خلقت وثم حاجات خلقت في خضام الأحداث في المعلومات لأنهم لا تعرف سوية الانفورميسيون ولا ديزينفورميسيون يعني ثم شكون قال ولو شدونا وخباونا وغيره حتى من المختصبين المستوطين يعني في الربورتاجات التي عملوها في بعض القناة العبرية الصهيونية وغيره وبالتالي الكيان الصهيوني غارق في الواحد الآن والآن رغم الدمار الذي عمله الكل ثم عجز عسكري كبير وتخلف الحرب النفسية ومجحتها عمل يعني لما كما هيت للمسلمة لروسيا العب على الحرب العسكرية والحرب النفسية هم خسروا الحرب النفسية والحرب العسكرية بالنسبة لقد الثانية أنا أريد أن أجب الصمت الرهيب للمنظمة العالمية التي تكفوها دونيسة حول الأطفال خرجوا بيان هو كان شفتوا نهار 23 قالوا بالبرنامج يعني 23 أكتوبر خرجوا برنامج قالوا فيه قالوا برنامجنا سيكون يوم العالم لحقوق الطفل حول لما تعيش فيه دول خرج الدولة الأصل يعني دونيوميثروبول يعني في التوابع الدول لما وراء البحار وغيره يعني اليونيسة وهي هذا اليوم قد إلى نهار في 89 يوم العالم لحقوق الطفل خرجت بعض بيانات على طفل غزة لكن كلمة المفروضة الآن تحكي لأن الأرقام الآن اليوم 30 في 300 شهيد منهم 5600 شهداء أطفل ثابتين بالأسماء بالصور دون الاعتبار اللي تحت الأنقاذ ولا المفقودين يعني هذه الآن لو سمع سقوط المدوي لما يسمع حقوق الإنسان بالمعياد الغربي ليس حقوق الإنسان ككل حقوق الإنسان لا يمش المتحم هما بدأها الإمام الشجاد وهو أحد الأم الشيعة وكتب فيه كتاب كامل المفهوم التنوير والغرب يعني كلها الزكت واليونيسة في اليوم بلا نتما الأخرى كنت أنتظر بيان على أطفال غزة مثلا بالنسبة لهم ينجي تبع وبالنسبة لهم النقاط ينعملوا فيه الصهاينة مشلعا يعني بكل صراحة تساؤلت كبلة حول هذه منظمات منتع ما يسمى بالشلعية الدولية اللي هي جهة بعض الحرب العالمية الثانية أو بعض الحرب البلدة واللي كلها كانت تتاج مواضي القوة اللي سلطل فهي الأمريكان على المشهد والصهاينة لأن العالم الآن يقودوا فيه الصهاينة والأمريكان ومعناها قبل كانوا يقودوا هؤلاء وبالتالي أشجب هذا وأريد أنه تولسى كل الذكره حتى حتى فرع اليوني يسافر عنا في تونس وينه وينه معناها وينك أنت مكتونسي وعربي ومسلم وتنتمي إلى هذه الأمة وانت مجروح وتشارك في مظاهرات وغيره تخلوا بياني يجب وتقولوا وتشجبوا وتقولوا التفل الفلسطيني هو اليوم السيد المسيح المصنوب وهو كذلك رمز الشهادة ورمز التضحية على مستوى عالمي خاصة وانه شفت رئيس الملكاني يهجبوا فيه في عقل داره ومظاهرات من قدام داره شفت جستان توليدور بلح رئيس وزراء الكندي مشاولوا مشاولوا هجموه في مدعم وقالوا أيديهم وردخب الدماء وبالتالي أشجب الصمت الرهيب والمتواطئ لمناظبة كيمال يونسيف الأطفال يقتلون ولا العام العالمي يتحرك في وخص الأطفال والمنظمات خاصة في يوم مثل اليوم هو يوم الطفل العالمي وفي وضع كيمال وضع اللي ساير حاليا في غزة وأطفال وليتعرضون أطفال غزة وأطفال فلسطين ككل أستاذ فات شكرا طبعا أنا نثني على كل مقال سوفيان لأن هذه هي الحقائق نحن نقول الحقائق ولسنا نتجنى على أي أحد ولكن سوف أبدأ الحقيقة من توسع الحرب وما تقوله جريدة الشروق من أن الحرب تتوسع وهو في الحقيقة هذا وكأنه أمنية ولكن أيضا على الميدان على الميدان وأنا استشفيت من الكلام هذا متع المقاومة والفعل متع المقاومة في اليمن بحجز سفينة إسرائيلية والتحقيق لئم الآن متواصل مع 53 من الموجودين على متنها ويبدو أنه هناك أسلحة متجهة إلى هناك وعندما نشاهد عملية الحجز أو عملية التمكن من هذه السفينة معناها يجبوا يقودوا فيها ألف كيلومتر أو مش لعب معناتها نفهم اليمن قوة مقاومة كبيرة لأن تستعمل الجغرافيا السياسية تستعملها كمقاومة وليس كدولة لأن الدول دي ما عندهم حسابات وأنا اليوم لحقيقة قلت مع أنتها استشفافا من هذا الوضع أن الاستعمار هو عقلية نزار الاستعمار عقلية والاستعمار يتوارث ولكن المقاومة مبدأ وعقيدة قد يلتقي مش قد هو يلتقي المقاوم من أمريكا اللاتينية إلى إيرلندا مثل ما رأينا رئيس الوزراء الإيرلندي الذي يتحدث عن جينوسايد يتحدث عن حرب إبادة جريمة يعاقب عليها القانون التي تقوم بها إسرائيل ولكن أيضا رئيس الوزراء هذا الإيرلندي لأنه عرف عذابات الاحتلال الإنجليزي مثل ما نعرف وكانت منظمات وكانوا بالسلاح والجيش الإيرلندي كيف ما نعرف وكذلك معناها تلتقي المقاومة على المبدأ وعلى العقيدة أنها تحرر الأرض وهذا أمر معروف حبيبت حبيبت زيادا نعلق على اليوم العالمي لحقوق الطفل هذه الاتفاقية العالمية التي تتعاملتها قاعد تتناقش سنوات راهو إلى أن وصلوا إلى يوم 20 نوفمبر مثل الآن سنة 1989 من المفارقات أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمضي على هذه الاتفاقية بل هي أنضت تحت الضغط والكلام وغيره ولكن لم تصدق عليها وتعرف أنت الاتفاقية الدورية لما تكون غير مصادق عليها ما عندها حتى معنى غير ملزمة للبلد غير الممضي وغير المصادق عليها بينما تونس أنضت عليها في الأشهر الموالية ووقتها قالوا مصادق على خطر سهو إلا خلاف دستوري أو الاتفاقية هذه العمل تتخفي لأن الولايات المتحدة الأمريكية مقامة على الإبادة وعلى أيضا الحرب ومهاجمة الآخرين وخاصة قتل الأطفال قتل الأطفال رأيناها في العراق وفي فيتنام ورأيناها في لبنان وكذلك هي تشجع ربيبتها إسرائيل التي تشجعها في الليل والنهار وهنا نحب نعلق على جوزيبي بوريل اللي هو معناها مسؤول على العلاق مسؤول الأول لعلاقات الخارجية والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ما عندوش سياسة خارجية موحدة والدليل أن عديد البلدين مثل السويد مثل إسبانيا وغيرهم ما همش مع السياسة أنت فرنسا وألمانيا الداعمة للكينسة شيقول السيد هذا معناها اللي هو مؤتمن والناس عنا ناس هوني في تمس تشاهد بي رأي بوريل تشاهد بي هو وقت اللي يتكلم هو إذا تكلم بوريل يسكت الجميع معنات ويجب أن يقتنعها شيقول يقول حماس إرهابية وما قامت به يوم سبعة هو عمل إرهابي ويقول أيضا ويسأله الصحفي والصحفية يقول اللي راه هو ليس لدليل ولست أنا محامي أو رجل قانون أو محكمة حتى أكيف ما تقوم به إسرائيل هو قاعد في استوديوه هو قاعد في الحوار وإسرائيل قاعدة تضرب في الأطفال وتقتل فيهم الخدج تقتل فيهم في المستشفيات واليوم آخر مستشفى آخر معقل مستشفى الأندونيسي اليوم وتستغيث المقاومة والشعب الفلسطيني وكل الجميع وخاصة الغربيين ولكن هو يقول هناك محكمة دولية الجناية الدولية وهناك من رفع قضايا معنا بإسرائيل وكأنه يستهزأ لماذا هذا؟ لأنه يعرف أن بمجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول النافذة المستعمرة جدوده وجمعته أنهم توارثوا هذا العنف الاستعماري وهذا الضرب الاستعماري في مقتل للإنسان لأن الاستعمار في تزركة لما ضرب في تزركة في تونس محان ناس معناها وعمل مجازر مجازر ولكن لم يعاقب عليها والاستعمار الفرنسي أحكي وإني أتذكر أنه والد محمود المسعدي المفكر والوزير الأسبق أيضا سيد محمود المسعدي والده كان عدل إشهاد في تلك المنطقة وكانت له علاقات ربما مع المقاومة وغيره دخلوا له المكتب متاعه واقتدوه ودفنوه حيا ولما خرج الصهائنا كيف كيف على كل حال الفرنسيين جونة فرنسيين خرجوه الناس وشفناه في صورة معناتها يشاهد لا إله أهلا الله به حبيت حبيت نقوله أنا في الأخر بالكل أنه بوغيل هو يتكلم باسم الاستعمار هو ناطق رسمي باسم الاستعمار وأن الاستعمار لم يصف ومع الأسف أنا أضم صوتي أيضا إلى سفيان مع الأسف الأمم المتحدة قامت وتسير ويأخذوا في شهرياتهم على جماجم الأطفال العرب من العراق إلى الصومان إلى لبنان إلى فلسطين بكل فلسطين منذ 75 سنة منذ وجدت القضية الفلسطينية هنا نحب نقول اللي راه زادة فما عنوان عجبني إذا تسمح لي إفريقيا نهج اقتصادي مستقبلي لا يجب أن نتغنى بإفريقيا على أساس أنها المستقبل فقط والمقالة عجبني لأنه يتحدث عن ماذا يجب أن نقوم به كيف نطور العلاقات الأفقية بيننا وبين الأشقاء الأفارقة وأعتقد أن زيارة وحضور وزير الخارجية وإصرار وزير الخارجية على أن هناك علاقات سوف تتجدد الآن مع الأخوة الأفارقة لأنهم في صمت عميق ولأنهم زادة داروا بهم بلدين أخرى اليوم يجب أن نشبك هذه العلاقات أفقيا ولكن أيضا يجب أن نبحث في ما يمكن أن يجمعنا من أجل خير هذه القارة وخاصة بالنسبة لنا تونس أنا دائما أعتقد أن خطوة الميت ميل تبدأ بخطوة وباعتقادي أن هذه الخطوة يجب أن نستحثها لأن عندنا استحقاقات في 24 عندنا الحوار الأفريقي الصيني عندنا الحوار أيضا الأفريقي الياباني يجب أن نتشبث بهذه التشبيكات حتى نستطيع أن نقول أن أفريقيا هي نهج اقتصادي مستقبلي نعم نرجع معك سيسيخيان في عنوان أيضا في علاقة بالليسائر في غزة أوردات الجزيرة الإلكترونية حماس وإسرائيل تنفيان التوصل إلى اتفاق هذا أكيد بشأن صفقة مرتقبة حول تبادل الأسرة ماذا يعني هذا لماذا عدم الاتفاق؟ هو الحق تعرف أنا مرة قلت مذكرات هانريك سينجر خرجها من سنوات عديدة تاو تلتين تلتيني ويحكي على مفاوضات السلام مع ديكتو التي حدثت في جينيف وهو كان يمثل الفيت كونج والفيت وينه يعني الجانب الفيتنامي مع الملكان يقول ساعاتي يبدأ يحكي معنا وساعاتي يحكي معنا التاريخ الفيتنامي يحكي كلمات كثيرين يقول لهم بلدنا كانت تقبل عبودية ثم تحوط إلى أغطائية ثم تحوط إلى أمورقية ثم تحوط إلى كذلك قال قلقت بات قال من بعد فيقوني وين يبدأ المقاومة في حالة تقدم يفلقش لأنه دائما الدبلوماسية مرتبطة موزين القوى وينتبدأ في حالة تقهقر أو إبادة أو هجمة شريثة من القوى الأمريكية يتلف هناك يحيي صنوار وهذا الشخص رهيب جدا وهو اللي ذنى الصهاينة وأنه منهم وهما ربطوه يعني هو مولود عام 62 وكان من أكبر المجهدين مع الشيخ يسينة رحمة الله عليه وهو اللي عمل فرقة أسوأ فرقة المجد التي كانت متكفلة باغتيال واسطياد الخوانة الآن مثلا مش خوانة داخل الفلسطينيين بشكل كبير ثم قبضوا عليه وحقوا عليه ثلاثة مرات أربع مرات مؤبل وقعد في السجن عنده 22 سنة وتعلم العبرية وقرأ نسوش بالأساسية وقرأ جابو تنسكي وقرأ موزيس هاس وقرأ غيرو وعنده حتى شخصية سهيونية خويلة لهم وأنه يحبوا وهو مغرم به ثم ومرض حتى في فترة ما صار له تيمار معناها هو في المخ وغيرو ودوه وهم نجمين عن دوه ثم في تبادل أصل عام 2011 في جرعات شريط تخلى الأراضي محتلة وحتى في التعامل مع الصحفيين عنده كاريزمة وبدأ يحكي عن اقتصاد وغيرو وهو المخطط الأساسي بتاع هذه العملية اللي حضر لها منذ فترة طويلة جدا وبالتالي هو الآن عن طريق القطريين ونمصاروا إلى حد الماء قعد يتفاوض الجمع اللي فات يتفاوضوا على 100 ثم قدم 50 ثم قدم 20 ثم أغلق الهاتف بعد الموجود هذا يدل أن الوقاومة الآن في حالة تقدم وليست في حالة تقاقر والعدو الصهيوني الآن هو اللي عنده ضغط كبير من الرأي العام الداخلي والامريكان وغيرو قالوا الواحد عطيناك مش تكون بحملة بربرية كما هو لك ولما تخل بغداد أعمل اللي تحب لك لكن شوف العالم أجمع تقرب علينا مظهرات في معاقل الدول الغربية معاقل الدول اللي تتسمى اعتباطاً دول ديمقراطية أو ما بين الظفرين متقدمة ما نعرش نفاش فرنسا متقدمة على الهند ولا إنجليتيل متقدمة على الصين ولا النمسا متقدمة على تونس يعني ولا يتالى متقدمة على المملكة المغربية ما نعرش كيفاش في ميزان التاريخ ملدان ناقل وبالتالي الآن هذه العملية اللي صاعد فيها هو أن المقاومة تجيد لحد الآن العدو الصهيوني ما أطلق صراح أسير واحد وما لقاشي أي نفاق من الأنفاق وبالتالي الوقاومة في يدها ورق زغط قوية وكما قلت لك فاطمة مع توسع يعني الصراع إلى ألاف الكيلومترات في باب المندب والبحر الأحمد واليوم حزب الله ضربهم لعب تواد ضربهم ضربة رهيبة جدا أبادي معناها قاعدة عسكرية كاملة وبالتالي هذا الجانب الشيق في الخبرية وأن الوقاومة تنتصر لكن الجانب المؤلم هو هؤلاء برابرة القرنة الواحد وعشرين ما يقومون به من فضاعات نعم ما يعطيكم الصح على هذه القراءة المتأنية نعم باب إجازة 300 محامي يقودهم محامي فرنسي من كل العالم اليوم والباب مفتوح أمام الجميع الحقوقيين وغيرهم حتى يدلوا بشهاداتهم وكذلك يقدموا قضية معناها حقيقة ما أسهلش من الدلائل واللي وجدوهم على الكيان الصهيوني يقدموا بعدها بقضية محكمة جنائية الدولية وهذه حتى أعلاميا لما يبدوا يحاكموا فيهم هي فضيحة لأنه هذا زاد يرجعنا أن الكيان الصهيوني يرى ومش المجتمع المدني هو اللي يقض مضجعه نذكره فيه كان شارون ما خلاواش يدخل للبلجيكا وبلجيكا بطرت أنه المجلس النيابي متاح البرلمان أنه يجلس من أجل أنه يغير في القانون بيش تعرف أنت اللي هما ينجم يرعبهم عن هذا المجتمع المدني نعم يعطيكم الصحة على هذه القراءة المتأنية لبعض عنوين الصحف كانت هذه إذن فقرة عنوين الصحف والمواقع الإلكترونية محاور أخرى بش نترقلها تباعا في ما تبقى من وقت هذه الحسة نتحول إلى محور آخر إشكالية الارتفاع المشت لأسعار زيت الزيتون نشاهد هذا التقرير ونعود للنقاش الأليات والإمكانيات المتاحة لتمويل موسم زيت الزيتون 23 و 24 و 2000 و إنجاح مثلت محور جلسة عمل تنسيقية أشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي وحذرها محافظ البنك المركزي مروان العباسي تم الاتفاق خلالها على تكوين فريق عمل مختص يضم جميع المتدخلين في المنظومة لتحديد الحاجيات التقنية لتحسين مردودية هذا القطع قطع ارتفعت عائدات صدرته منذ بداية الموسم إلى غاية موفى شهر جوليا الماضي بنحو 49.5% لتبلغ حدود 2765 مليون دينار فيما انخفضت الكميات المصدرة بنسبة 2.6% لتبلغ 171 ألف تن وتظهر معطيات المرصد الوطني للفلاحة حول الميزان التجاري الغذائي مع موفى شهر جوليا من هذا العام أن متوسط السعر خلال الأشهر العشرة الأخيرة من الموسم قد زادت بنسبة 53.5% أي حوالي 16 دينارا للكيلوغرام الواحد وتطمح استراتيجية النهوذ بسلاسل قيمة الزيتون وزيت الزيتون في ظل المتغيرات المناخية التي أعدتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إنتاج حوالي 250 ألف تن سنويا من زيت الزيتون في أفق 35 ألفين وترمي هذه الاستراتيجية إلى تصدير نحو 200 ألف تن من زيت الزيتون سنويا وضمان 50 ألف تن معدل استهلاك الداخلي إلى جانب تحسين الإنتاج ومتطلبات الجودة والتثمين وذلك عبر تشديد غراسات الزيتون الهرمة وتنويع الأصناف وتكثيف غراسات الزيتون المطرية إضافة إلى تحسين الإنتاجية والتصرف في الموارد الطبيعية وتثمين نتائج البحث والهيكلة ترجمة نانسي قنقر 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 في الحروف البقلاوة ب 80 دينار والكيلو بقلاوة 170 دينار وموجودين في الفيسبوك الفلوس هذيك أعطيها للفلاح وعطيها للوكال وخلي التمسي يا رسول الله لنا خلقناه زيتون المستمعين من وقت قلت جنة حنبال كي كان جيوشه ما تحرمش زيتين وعليك عنا أكبر غاب زيتين في العالم وصناعة زيتمتعنا طلبينه السبانيور وطلبينه طليل حتى ريك زادا لقريك خالوا نحبه يعني احنا اول مساحة في العالم ثاني منتج عالمي اول مصدد عالمي وزيت الزيتون امتعنا التوانس ايروه وما يتمتعوش به عملاوة تباعة الشتوي ب 17 دينار والشملادي الساحلي ب 16 دينار السناء 25 دينار بطلح ليه 23 دينار كيف بدأ يعرفك عملاوة يبحورك 21 دينار هليش وليد عملا عاون الفلاح وعاون الوكال انا نقول لك الموضوع هذا في فساد مدام وحافظة البنك المركزي موجود سمحني وانتي توا اولوبا اعتيك زوزة القار اولوبا تقوى لنها 56 ألف طنوات من 200 ألف وتوسيكو 30 ألف ايو الاخر هذوما 90 ألف كل واحدة والاخر وينهم 110 ألف نقعد وحنا نديديو يا أردن نشر علينا يا سين نشر علينا ما هو أنت يحط في السوق المحلية وصدر بأسعار عالمية باهية ومطلوبة واختم كذلك على الزيت المعلم الزيت المعلم تتباع الزيت المتاع تقريب 40 دينار كيف بدأ معلم لا هنا أنا أقول موضوع مثلا ليس ميدان لا يوجد فساد أو لهواء البحر الزيت المتاع كل شيء القش في البلاد الحلفة كل الميدان فيها فساد أو سوء تيصير أو سوء إدارة وبالتالي اليوم الآن وقبل غد يجب تحديد الدولة تحدد الساعة الفلوس الذي قاله تمشي للتصدير للاستيلاد زيوت أخرى أقل من زيت وطاف الزيت المتاع لماذا تنسى عمره ما يمرضوش بقالب ياسر عليش على الخطير يكلوا زيت زيتونة وبالتالي وتوازل كل زيت بايحن وبعد يقول لك لها مش فتبايحن كان احنا مش فتبايحن زيت الزيتونة سمح لي يقول يزاد اللي بحالة مش فتبايحن والدقلة مش فتبايحن نرجع لك سي سفيان هاري رجع لك هنشوف الاستاذة فاطمة كنت تسمع في سي سفيان تقريبا أعطانا فكرة شاملة حتى على الأسعار بين 23 و 9 حتى 25 و 26 عليش نعود لك نفس سؤال اليوم يعني لشنو مبررات هذا الارتفاع المشت في الأسعار خطر الشي حقيقة ما يقبلش بعضه احنا اولا ساعة نحب نقول اللي راه زيت الزيتون في العالم مش فتونسك هو بورسة والبورسة هذية متمكنين منها جهات معينة اللي هما قد يكون هذا من اللي قاعدين قرأ بياسر معناها من اللي قاعدين يعملوا في المجازر في فلسطين معروفة حشك بورسة ولوبي ايضا يقولوا بورسة يعني لوبي اليوم زيت الزيتون التونسي مطلوب وانا معاه انو يتبيع بخمسين ستين دينار ولا تلاثين يورو معناها الليترة للعالم لانو ما فماش علاش احنا نبيعوهم كما نبيعو للتونسي احنا في عملية حسابية بسيطة ونكلم في المواطن تونسي عندنا 15% استهلاك داخلي 15% هذه الدولة عندها الصلاحيات كلها في ان هذاك ما يخضعش للبورسة ما يخضعش للبورسة العالمية ما يخضعش للعرض والطلب لانينا نسمع هاليا مات مسؤولين يقول لك يقول لك العرض والطلب وانا العرض وانحنا صحفيين اللي ناخذ هالكلمة هذي ونقولوا لا لا يا سيدي الـ 15% هذاك كتام ما يخضعش للعرض والطلب لانه الزيت التونسي مطلوب الآن وهما ثلاثة بلدان المتوسطية اللي هي اسبانيا واليونان وكذلك ايطاليا عندها ازمة الآن وهذا انا استشفيته خطر عملتك الحوارات مع الحبيب الصيد وكان هو رئيس ترأس المجلس الدولي للزيتون اللي هو فيه مقره فيه اسبانيا وراه عنده لجان استشارية ويحكموا بحكامهم ويقولوك ما تزيدش تزرع زيتون وكان تحب تزرع زرع متاع 15 سنة متاع اسبانيا ومبعد تقلعوا احنا البيهي في الزيت متاعنا انه هو جاي من زيتون مئات السنين وفما اللي عنده اكثر من الف سنة الزيتون الزيتون متاعنا التونسي في تنوع اللي كان يحكي عليه سوفيان ايضا فما حاجة خاصية اخرى اذا انا ما تحطنيش كمواطن تونسي في البورسة العالمية هذه ناحية ناحية ثانية ملفات الفساد بصراحة في هال المجالات هذه رأي كد ملوحة على قراءة الطريقة شوية من عند الصحفي انا ندعو الصحفيين انهم يدرسوا الموضوع هذا ويمشيوا وانا بالمناسبة بارح كنت في الشمال الغربي الدنيا شايحة حالح لي لا معناها مشيت للكيف ولكن تشوف الزيتون عندنا رغم هذا عندنا زيتون والزيتون اللي في سليانا معناها اللي بدأ بعد الاستقلال خاصة بطريقة مكفة مثلا ننساوش اللي راه وزرعنا برشا زيتون ونحب نقول اللي راه معناها الصحة متاع المواطنين راه قبل كل شي لأنه زاد نحب نعارج ونفتح قوس هدايا على اللي شاي اللي شفته البارح في القافلة الصحية في مدينة جريسة اللي هي مدينة منجمية كانت وسكر المنجم متاع الحديد ولكن الناس القيناهم معناها في خصاصة وحتى على مستوى الصحي والكل بالرغم اللي القافلة هذه معناها ما تحلش برشا مشاكل ولكن خلاتنا انفيقوا اللي ولداتنا قاعدين يعانينوا مثلا من مرض العينين ثلاثة أنواع متاع امراض أهل الذكر غاديك الشي قولولي يقلولي يراو عنا هذه السيمانتري متاع أم الكليل معناها اللي يجب دونها البروت متاع السيمان يمكن تخرج دي برتيكولي جويدين ما ينعرفوهمش والصغار لكل هكة معناها على ثلاثمائة وعشرة جاوب للعينين من أطباء العينين سنين بركة خرجوا من غير مريات من غير ما يقولون لهم يجب مريات فبالتالي احنا صحة المواطن لأنه الزيت زادة فيه جانب من الصحة قال لك سوفيان كانوش يمرضوا بالقلب ايه طوى 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 حتى صغار حتى شباب علش على خطر متاعنا ماناش مدخلين فيه الزيت الزيتونة أنا واحدة من ناس كنت انطيب بيه زيت زيتونة وعمرنا كم انطيبوا به لكن طوى ما عادش نجموا ونوصلوا إذا كانت تقول لي عشرين وخمسة وعشرين هاني نرجع مرة أخرى باش نسهلها عليهم ملفات الفساد يزمها تتعالج بقوانين وكذلك بوقوف الدولة حقيقة وهي تنظف قاعدة يلزم زيت الملفات هذه نشوفوه ولكن زيت أنا نطالب أنه معناها الكتام تاعتوانسة ما تتمسسش وما تخضعش للعرض والطلب واضح في نفس الإطار نرجع لك لتواصل فكرتك سيسفيان بخصوص ربما شنو الحلول أو ماذا يمكن أن نقترح وشنو اللي يجب يصير حتى تكون الأسعار في المتناول على الأقل ما يناسب الإنتاج وهذا أيضا يحيلنا إلى مشكلة زيت المدعم يعني الزيت النباتي وربما يطرح سؤال مرة أخرى حول عدالة منظومة الدعم أو كيف يذب هذا الدعم لمستحق هو الحق عمد فيه وعند دولة سعرته بـ 5600 وتبع في الشق بـ 8800 و6800 لأنه يوجد تقرم في تونس بتعتي الأسعار قالوا وقتها النقابة من المنتجين لا يجب أن يتبع بـ 7500 الله يبر بـ 7500 و25500 سامحني هذا حاجة ثانية حاجة تعرف أكبر هنشير في العالم موجود وين هو لو تونس في التاريخ عندك أكبر هنشير عندك هنشير الطويل اللي يبدأ من يمشي حتى للشمال الغربي يبدأ من مننوبة وعندك هنشير بولتال وعندك قبل هنشير مفيدة 120 ألف أكبر هنشير في العالم الآن موجود هنشير الشعار نعم اللي فيه 400 ألف عود زيتون والدولة يتملك والكل فساد يكل فيه المعيز وغيره بعد ويجي هنشير كاليفورمين 2600 عود كان جعلن بالأمريكان والفرانسيس هنشير الشعال يمشي حتى للبورثة في النسداك أو في الكاكاران أو غيره تمام فساد موجود داخل المنظومة حتى داخل هيكل الدولة داخل وزارة تفلحة وداخل الدوان وبالتالي ما هو الحل الحل الأول قبل كل شي أنت كالدولة عندك 400 ألف عود وعندك قدرة تعديلية وعندك الديوان إذا تدخل الماكينة هم يسميهم الماكينة والذي يبدأ يخدم في المعصر يسميه الريس يقول هذه بيت الديوان وهذه الوكيد وهذه بيت شي تسميه يعرفون ما يسمع الواتر يسميه البيت الشيطان هي اللعب والبيع والشراء فمتين عندهم بيت الشيطان اليوم الذي يحكم في السوق والاقتصاد التونسي كله بيت الشيطان الحيلة مثلا البنين وحيلة والشيطين والتلامس في العين اليوم الحلوى أن الدولة تأخذ البالح في الأيام في جهة جهة سخيرة كانت قاعة سفسفا ظلعوا فيها ألاف زيتين قفصة التي عندها سنة زيتين قريب يخفط على زيتين السحر مدنين غابة مدنين وزلجيش من أحصر غابات في العالم القيلوان السليانة التي معناها فيها زيتين معناها ملايين على أعواج زيتين اليوم الحل وأن الدولة تحدد عندها قطرة تعديلية وكذلك الفلوس التي قادرين كما قطرك تستولوا بهم في زيوت نباتية أما زيت الصانجو المواطين سميه الصانجو خطر محمد وحضرنا نعم تونيت تعطاها دعم وحسن لأن شوء الميكرا في العالم لا يزمها زيت حكي شوء لا أي ميكرا يزمها زيتونة الفلوس مليارات يعني قادر تمشي أنت عوض بهم للفلاح الوكال وزيت زيتونة توسع للتونس وتصدر بعض بورسة العالمية مع تونس تعمل التقليل ما يوجد يقول لك الميزان الغذائي ميزان الغذائي ربح في تونس ما يوجد فيه زيت زيتونة وفيه الدقلة وفيه ودلب حرق الدقلة الفلاح السنين تعد في الجليل بقداش باع الدقلة لأنه العيس مشاجر 3 دينارات قداش في السوق وعشر ورط ورط باع ثلاث دينارات وفي ترى وفي يقطع في شعره ومجبور باع كيك خاطر يخليوها لأخر وقت حتى الدقلة تعمل كل شي وشي وعلي لأن يوم الحد وأن هذه الدولة تتخلى عن منظومات الفصيد لبيوفرا هذا الأخطبوت الذي ينخل في الدولة من الداخل والذي يخلي العيس بيت واللوبيات تحكي عليهم فاطمة هابتين على زيت الزيتونة على مستوى عالمي خيلة ميش غيلة ونحن الزيت الزيتونة بعد يقول لي ميش من عادة كان زيت الزيتونة ميش من عادة الزيتونة راي قلتاج يابانية ولا زينية نعم موضوع آخر لا يقل أهمي عن موضوع زيت الزيتون وأسعار زيت الزيتون هو بزنية الدولة للسنة القادمة وجلالية العلاقة بين الاستثمار والتنمية في ذل الوضع الحالي والرؤى الواقعية تقرير في الغرض ونعود للحديث توازيا مع تقلص العجز التجاري وتراجع نسبة التضخم كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن رقم إيجابي آخر متعلق بالاقتصاد التونسي فقد استقضبت تونس استثمارات أجنبية بقيمة 1862.1 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة محققة زيادة بنسبة 13.1% مقارنة بالسنة الماضية وبنسبة 36% مقارنة بسنة 2020 تونس بدأت من سنة 2022 وإيساس كونفيرم التراند بالنسبة للسنة الحالية اللي بدأت تونس ترجع في رادار المستثمارين الأجانب الكبار اللي عندهم ثقة كبيرة في تونس استثمار الخارجي المباشر هو يعتبر رافعة مهمة لدفع النمو في بلادنا ورهنت عليه تونس منذ بداية السبعينات وكنا دائما نعتبر اقتصاديا أن الاستثمار الخارجي المباشر لهو أهمية كبرى على مستوى خاصة نقل التكنولوجيا وكذلك إنعاش احتياط العملة الصعبة للبلاد وكذلك خلق مواطن التشغيل وباستثناء قطاع الطاقة مكنت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس من إنجاز أكثر من 500 عملية استثمارية ما سمح بتوفير 9406 مواطن شغل مباشرة في قطاعات متنوعة أساسا قطاع مكونات السيارات وقطاع مكونات الطائرات الحمد لله ولاد تونس معنا كي بلاير في الاندوسترية هذه بعنا قطاع الاي سي تي قطاع يعني كل ما هو معناها الذكاء والانجينيرين وكل ما معناها مدار حول هذه كان الاستثمار في الطاقة يمثل وحده ورابط 60% في 2011 2010 أصبح اليوم ما يجوز 23% من مجموعة الاستثمار هذا نعتبره مؤشر إيجابي خطر هذا يبين التنوع بالنسبة الاقتصاد التونسي ولا نجلب استثمار في الصناعات التي هي مهيش في الطاقة وكذلك في الخدمات وإضافة إلى المستثمرين التقديديين من الدول الأوروبية على غرار فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا فقد نجحت تونس في استقطاب مستثمرين جدد وخاصة من اليابان حيث يتم العمل في تونس بهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لدينا مناخ مضييف للاستثمار ولكن ثم للأسف نقاء صغيرة خالدين ناملوا عليها بالتكاتف مع سلطة الأشراف مع كل الهيكل التونسية لنحاول نقلصوا فيها ونوفروا مناخ طيب للمستثمرين الأجانب تبرو الذي دفع المجهودات لنحسنوا منجاذبية الاستثمار في تونس هو ريهان مهم لماذا؟ لأنه كنقارنوا مثلا الاقتصاد المغربي اللي هو يمثل 2.9 مرات من الاقتصاد التونسي هو يجلب 12 مرة أكثر من الاستثمار الخارجي المباشر إذن الطريق ما زلت أمامنا باش نحاول نحسن من مناخ الأعمال ونحاول باش نحسن من جاذبيت الاستثمار الخارجي المباشر لتونس وتتوقع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بأن يتجاوز حجم الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس 2500 مليون دينار في موافع السنة الحالية أستاذ فاطمة كما شاهدنا زيادة في نسبة الاستثمارات الخارجية في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية ب13% مقارنة بالسنة الفارطة و36% مقارنة بسنة 2020 والاستثمارات الأجنبية يعني كقيمة وكعدد هي في تقدم وارتفاع يعني لاشنو المقاومة اليوم أو كيف يمكن دعم هذه المنظومة منظومة الاستثمار باش على الأقل ترافق الاقتصاد الوطني إلى بر الأمان وتدعم عجلة هذا الاقتصاد أنا الحقيقة بش نصدمك أيوة بش نصدم برشا ناس أنا نكره حاجة كيف الحديث على الاستثمار كل لغة رتيبة وهو أرقام الاستثمار مش أرقام الاستثمار مش مناخ زادة مناخ لنياغ معناها هكا الصورة أنا سياسة الواجهة أنا كره تعرفش علش خطر هالإنسان اللي قدامك أنا نعرف كوريا في الآخر الثمانينات ولكن نعرف كوريا طوى كوريا الجنوبية طبعا وحتى الشمالية رأو مشيت لها أنا نعرف الصين عام 92 اللي هي أقرب إلى البلدان المتخلفة أنا نعرف نعرفها ثمانية مرات مشيت لها آخرهم 2019 الصين ما تنجمش تفرقها بين المدن الأمريكية الصيناعية الكبرى نحكي على الصيناعة أنا شنو السر في هذا ما عودتش خلقة العجلة من جديد ولا جابتك رهب العجلة يمتاحهم الفوق لا 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 جات اتصلت في إطار تطوير أنا نمن بالاستثمار عن التطوير وإنه العالم اليوم مفرق الخبزة على معناها على التراكن الكل صحة لي اللي نجم ياخد باش نجم تاخد مش احنا مضيافين ونجيبه السبعينات السبعينات كارثة على تونس أقولها وأعيدها السبعينات وقانون ثمينة وسبعين هو كارثة على تونس وعلى اليد العاملة لأنه فما فيلسوف فرنسا وأنا طوى قاعدة نعم في حوارات مع سيمو حمد الناصر اللي هو ولد الشؤون الاجتماعية واللي بداية من الأول من الستينات يقول اليد العاملة المختصة هي رأس مال في حد ذاته وتنجم تضرب به في السوق وتنجم تدافع به نحن في ثنينة وسبعين يا سيدي عملنا قانون ثنينة وسبعين سهلنا على ما يسمى بالمستثمر هو مش مستثمر غاير جايخ ذال لارض وعطيناه الفلوس وقلنا له خدم من يد العاملة غير عطينا نومبر أعدد أحنا نخدمه في الآلاف وبعد عشرين سنين يزار اليد العاملة الرخيصة هذية اللي هي ما تعلمتش حتى شي لأنه تخفي علشان في المؤهلات الولانية خلاص معناها تشد كل متاع سوريا خياتها تقعد تخيط فيه هو عمرها كامل العشرين سنين اللي يتعديهم وهكذا دوليك فبالتالي فماش ما خلقناش ما استثمرناش في اليد العاملة المختصة جي تقول لي اسمعت في التقرير المغرب الشقيق به المغرب لماذا يستقطب المغرب اللي يمشي ويفاوض الناس اللي عنده واللي كنا نسمع فيهم كيف يمشي يفاوض مؤسسات متاع السيارات مثلا يقولهم أنا نصيبي من الأفق من الانتاج العالمي للسيارات أنت الماركة الفلانية وماركة الفلانية نعمالك كما الصين الصين ما عمت له قالت له هذا سوق مفتوح مليار ومئتين مليون قالت لهم السيارات متاع الدنيا الكل يتنافسوا باش يجيوا للصين عندي الحق في مابين 18 و24 في المئة تطوير الحزام الأمان يطلع واحد وما نعرش التطوير متاعي وصلوا يصدروا الأفريقية وخذوا الأسواق الأفريقية شبينا احنا تونس نجيبو في السيارات حتى الفيس الصغيرة ذاك متاع السيارة الشعبية ميجي حتى السيارة الأخرى الكل نجيبوه كاشتي بينما كنا قضينا على السيارة اللي كانت تعطيفين في الكيران أنا ركبت في الكار وصوفيان وانتي ربما انتي مخلطت عليها الكار السفرة مكتوب عليها من لطا السيارة اللي هي في الساحل معامل في الساحل نركب وين تركيب التلفزيات كيف ناكيف بلدان اللي هي اليوم كيمة الهند وغيرها ولا تلعب التكنولوجيا أنا أقول بش تقول الحل أنت الحل اليوم هو أنه تفتح المجال إلى العقل الخلاق يزيني من الإدارة اللي هي مانيش نشيطن في الإدارة لكن يا أخويا معاش نحبو نسمعو هذا أنا نحبكم كيف تمشي تفاوضوا على الطلبة والمهندسين اللي تهز فيهم ألمانيا بليش فلوس وانتي صرفت عليهم يا أخويا حطهم هذوكم سامحوني مع حفظ المقامات حطهم أنا كنت يتفاوض عليهم باش تعملي مثلا صنع المواد اللي يستعملوا في الهندسة ولا غيره نصنعهم في تونس نصنع موش أنت تجي تقولي هاو شاسمه 72 72 سيدي بعد في 92 يا أخي برازار بن علي وقت ليفكك وعمل الاتفاقية في متاع 95 اللي هي يد فارغة والأخرى لا شايفها علش خطرة 92 وقت ليهزوا فليساتهم ومشاوا وربحوا وربحوا ويسراهم ما يسمى بالمستثمرين وأنا نقول الغايرين بفلوس تونسي وبعقل تونسي كيف خرجوا هام يسمعوا في العمال والعاملات ما عملتوا بالفلوس اللي أعطاوكم أعطاوكم منحة خروج متاع 3 ملايين والاتحاد يتدخل وشنو 3-4 ملايين شا عملوا الباهي فيهم لأنه ما عندوش صنعة الباهي فيهم شنو أعمل مش يعمل سيارة استفاد ويمشي يوزع في المواد الغذائية على الحوان افهم انتي كيفاش دونك أنا الاستثمار يتستثمر في اليد العاملة الصناعية معناها اللي هي تنجم متفاوض بها يتستثمر ايضا مش مال المالي معناها ها وجاء هنا برشا كما يعملولي في السياحة سمحني بشنكمل كما يعملولي في السياحة ها وكرين ستة الاف سرير اي ستة الاف سرير اكل بريب قدي قديش انتي صدرته أنا بالنسبة لي اليوم الاستثمار هو عقلية وهو برامج ولكن ما هوش اللي يجي هنا جميع من برامج هذي واضح استاذ فاطمة سيسفين الاستثمار الخارجي كنت تسمع في الاستاذة فاطمة شنو المقاومات كيفاش النجم منتوعوه من انه يكون خادم ودافع للاقتصاد الوطني هو الاستثمار الخارجي عامل من يكون حاسم في تتوى الاقتصاد الداخلي الايد الاستثمار الخارجي خطر الموقع الاستثمار التونسي ولا اكثر الغراء من قبل لكن لكن الأساس هو أن الاستثمار الوطني يولي أقوى ويولي الاستثمار الخاص هو قتل الاستثمار هنا تطرح بعض الإسكاريين أولاً وقبل كل شيء مهم وأنه هذين ما يسميهم إيدة وأنه يكثروا مهم لكن عديد الدول عندهم هذا وثمه الدول يعني بيدون حتى اعتلام لحقوق الإنسان يجي يستعلك كورا بوم أنا بربع دولارات ومبالي بواها بمئة دولار وغيره حتى الكروز سوشيال كان يحطوا عديد البلدين معاش بشتخدم لكن هنا يطرح أشكالية كبيرة أولاً الاستثمار الداخلي وهو يتطلب كذلك وأنه المقدار الشرائيين ويولي سمع أكثر الدخال للدخال كان 22% أبطل 7% التونس هذا المقاوم الأول ثانياً السيناعيين تونسا يخدمون اليوم أنا نطلب رسمياً بأنه اسم الوتيكايت بادر هو اسم الانتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقريدية ينحيو الصناعة على خطر كلهم ولو يجيبوا في الماركة ترانجير هاو كتشوف الماركة يدكدق التكستير والنسيس والجلود متع تونس يجيب ماركة تركية ولا فرنطوية ولا يابانية ولا غيره حتى في تونس الثالث حاجة سمع استثمار جديد اليوم معاش كما قبل استثمار القطاع المادي واستثمار كذلك في الطاقات البديلة والمتجددة ورابع نقطة اللي هي مهمة جداً لما حتى لها فاتمة سمع شركات التعامل في العالم واحد يسمى سانسونج واحد يسمى الأسير الأسير وين انتهت؟ سانسونج مستعمل العالم لماذا على خطر أبنه بحاجة أخرى؟ وبالتالي طالما احنا كنت اخوه قبل مثال العشرين سنين التالي وقت بنالي كي كانوا نعملوا مشروع يتحق في خمس سنوات نشبة انجاز المشاريع كانت عشرين في المئة كل عام السنين نشبة انجاز المشاريع والثبانية في المئة المشروع بشتحق يزبوا معناها سبعة ولا عشر سنين ولا أكثر يعني خمس سنين تقليلاً وبالتالي الحق نفرحوا به واحنا اللي داري تنسيك القناقة بيبدأ يقول انا جانيه ونا جانيه لكن مش هذا الاساس هو انك تخلق مقاومات الاستثمار الداخني اللي تقوى به وتخزو العالم وليس الاستثمار الخارجي خطره هو كي جيك ديما لبه جزيلاً شكر جسفيا يعيشك لأستاذة فاطمة وصلنا إلى نقطة نهاية هذه الحسة متقاناً إن شاء الله في مواعيد قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة